فلو ضغطنا هنا عند free حنشاهد انه عنده هنا باكيجات مختلفة جديدة لتراث كوري بالاضافة طبعا عندنا عند الادفانشرز في ميل او شخصية نسائية بامكانك استخدامها في المغامرات فبالضغط هنا عند كلمة ناتشر هيرتج أدمينستريشن حتظهر لنا جميع الباكيجات الخاصة بالتراث الكوري وهي عبارة عن منازل خاصة للكوريين سواء كانوا بشكل القديم او الحديث طبعا هذا التراث الكوري حيعطيك استيعاب كامل جدا للحضارة الكورية القديمة ايضا بامكانك استيعاب الالعاب اللي بامكانك تعمل عليها عن طريق تكوين لعبة كاملة من خلال دمج هذه المستعمرات او المنازل الكورية القديمة بسم الله الرحمن الرحيم كفحالكم شباب معاكم جيمز ديزاينر هذا الشهر وكما عودتنا بالجيم قامت وكالعادة بإضافة خمس باكيجات مجانية ولان هذا الشهر يعتبر هو بداية الشهر الميلادي وبداية دخولنا في السنة الميلادية 2024 فقامت بوضع باكيج يحتوي على ثلاث باكيجات مجتمعة فكأنها في هذا الشهر وضعت لكم سبع باكيجات بدل خمسة ولكن بأسلوب مغاير بعض الشيء فخلونا معاكم نتطرق الى هذه الباكيجات الخمسة او السبعة ونشوف المميزات الموجودة فيها فاول باكيج معانا على وهو كلاودز اند سكايز باكيج تقريبا من الباكيجات المهمة جدا لصناع العلعاب بشكل عام او البيئة بشكل خاص وهو يحتوي على ثمانية وثلاثين كلاودز او غيوم بالاضافة الى تسع انواع من السماوات او سكايز الدقة في هذا انه يتفاوت ما بين 4K وال8K لذلك الريزيليوشن جدا عالي في هذا الباكيج ودقة التفاصيل في الماتيريالز عالية جدا وكواليتي من النطاق الممتاز لذلك الحصول على هذا الباكيج واعتبر الحصول على باكيج جدا جميل هيضيف لك رونق في السماء الخاصة للالعاب هذا الباكيج مميز جدا لانه يتناسب مع الاصدارات 4.19 الى اخر اصدار على وهو 5.3 الباكيج الثاني على وهو المميز حقيقة في هذا الباكيج انه يعتبر فهو يحتوي على مواد هذه المواد يقوم اللاعب بتحصيلها من البيئة القريبة منه من صخور او اشجار او وما الى ذلك وايضا طريقة الحصول على هذه المواد بالمواد المضافة من فأس او مطرقة وايضا بامكانك اضافة عصي واسيوف طبعا هنا هو يعطيك السمبل اللي انت بامكانك تتعامل وياه بالاضافة الى الحصيلة الناتجة عن طريق هذا الاكشن اللي انت راح تضرب فيه هذا السخر او هذه الاشجار او هذه المواد حتى تعطيك المواد اللي انت راح تستفيد منها داخل اللعبة يعني انا اعتبر هذا يعتبر نقلة نوعية جدا خصوصا للاشخاص اللي يبحثون عن التنوع في الار بي جي وبرضو التنوع في المواد اللي بيمكانهم الحصول عليها من البيئة والمصادر اللي بيمكان اللاعب انه يستوردها عن طريق المواد الموجودة عنده من مطرقة وغيره وغيره فبرمجة هذا الشيح اعتبر شوية معقد بالاضافة الى انه يسمح لك الحصول على البرمجة النقية هنا واضافتها الى العابك بكل يسر وسهولة البكيج الثالث وهو line of sight dynamic mesh طبعا هذا البكيج من البكيجات السيمبل مروي الجميلة اللي هو يحتوي على الفيجين بحيث انه يعطي اللاعب الامكانية للرؤية او المشاهدة عبر مسار ضوئي يقوم اللاعب بتحديده يفضل استخدام هذا البكيج عن طريق المنظور الاسقاطي او top down حيكون اللاعب عنده مجال لرؤية المواد اللي بامكانك انت تبرمجها انها تدخل من ضمن مجال الرؤية الخاص لللاعب بامكانك طبعا اضافة هذه الخاصية لللاعب او للعداء على حد سواء برضه بامكانك ايجاد صعوبة جدا بمحو هذا اللاعب واضافة نمط مختلف من انماط الرؤية بحيث انه يسمح لك رؤية امور ورؤية امور اخرى في حالة تكوين اللاعب لمسار اخر من ضمن هذه الرؤية فاتوقع ان هذا البكيج من البكيجات المميزة بامكانك انك تضيفها في مشروعك البكيج الرابع على وهو مقبرة اثرس مقبرة اثرس هو يحتوي على مقبرة خيالية من الاساطير القديمة اللي تحتوي على بعض المقابر لشخصيات تعتبر في الاساطير القديمة او الاغريقية من الاساطير المنعدمة تكون لملوك منقرضين او ملوك اساسا كان يحكى عليهم في الاساطير القديمة طبعا كل المؤثرات في هذا البكيج موجودة برضو بإمكانك استخدامها في ألعاب الرعب وأيضاً ألعاب الغموض الباكيج الخامس والأخير واللي يحتوي على ثلاث باكيجات مدموجة مع بعضها فانتاسي ميجا باك ثري إن وان باندل يحتوي هذا الباكيج اللي حقيقة يشتمل على ثلاث باكيجات هي تقريباً متشابهة في النمطية وأيضاً متشابهة في البيئة اللي بإمكانك أنك تعمل دمج ما بينهم للحصول على باكيج واحد ألا وهي فانتاسي أند ميديبل والباكيج الثاني فانتاسي كيف والباكيج الثالث فانتاسي ميديبل كاسل لذلك هذه الباكيجات إذا قمت بعملية دمج لها حتى أعطيك لعبة خيالية بحيث أنك تقدر تنتقل من مجال إلى مجال آخر أو تقوم بتكبير الخريطة حتى تحصل على خريطة مدموجة من ثلاث باكيجات ضخمة لا ننسى أن هذه الباكيجات تعتبر ترابل اي لذلك هي دقة عالية ورزيليوشن مختلف عن جميع الباكيجات اللي أنت تعاملت وياهم سابقا بعد الانتهاء من استعراض سريع للباكيجات الخمسة أو السبعة اللي قامت إبيك جيم باستحضارها لنا لهذا الشهر كل ما عليك هنا أنك تقوم بالضغط على Add to Court ثم تذهب إلى السلة هنا وحتشاهد الباكيجات اللي تقريبا قيمتهم توصل إلى الـ 290 دولار فكل ما عليك أنك تضغط على Shake Out حياخذك هنا إلى صفحة خاصة للشراء ومثل من شاهد أنه خصم القيمة الكلية لهذه الباكيجات الخمسة فتضغط هنا عند Place Order بعدها حيقول لك شكرا لشراء هذه الباكيجات وحتكون ملكك لأنك راح تشاهدها في المكتبة بالإضافة إلى الباكيجات السبعة اللي قام إبيك جيم في هذا الشهر بعرضها وهي مثل ما قلنا محدودة لمدة شهر كامل فقط فهذا كل شيء لهذا اليوم إن شاء الله تكون هذه الباكيجات نالت إعجابكم وحقيقة هي باكيجات تستحق الامتلاك خصوصا الباكيج اللي يحتوي على ثلاث باكيجات مدموجة مع بعضها أتوقع أنك ما راح تحصل عليها في أي مكان آخر لأنها من الباكيجات اللي أنا أفضلها وتعتبر من العالم المفتوح فهذا كل شيء أشوفكم على خير بإذن الله معكم جيمز ديزاينار مع السلامة